دائماً بسم الله نبدأ ونواصل معاً مقرر تنظيم حاسبات اثنين ضمن مواضيع الباب الأول Central Processing Unit نذهب إلى الدرس التالي Chapter 1 Lecture 16 New numerical example of addressing mode شرحنا في الدرس السابق ما هي الأنواع المختلفة للaddressing modes وشرحنا كيف نصل إلى الأوبراند في كل نوع من هذه الأنواع لنعزز ذلك الشرح نقدم هنا مثالاً رقمياً لكيفية الوصول إلى الأوبراند أو كيفية تحديد الـ Effective Address في كل نوع من أنواع الـ Addressing Mods طيب، أمامنا معطيات المثال ما هي المعطيات؟ عندنا Program Counter يحوي الرقم 200 عندنا Processor Register مرمز له بـ R1 يحوي الرقم 400 عندنا Index Register مرمز له بـ XR يحوي الرقم 100 وعندنا الأكوميليتر الأكوميليتر هو سجل دائماً تجري العمليات بين محتواه وبين الأوبراند الذي نتحصل عليه حسب نوع الـ Address Mode عندنا أيضاً في هذا الرسم جزء يخص الزاكرة هذه الزاكرة فيها عناوين 200 و 200 و 1 إلى آخره وفيها مواقع للتخزين جزء من هذه المواقع تخزم فيها الـ Data أو الـ Operance وجزء تخزم فيه التعليمات هذه الأجزاء الثلاثة الأولى من الزاكرة هي جزء من الأجزاء المخصصة للتعليمات بينما هذه هي من الجزء المخصص للبيانات ما يهمنا في هذا المثال هو توضيح التعليم الحالية التعليم الحالية تتكون من حقول هذه هي Mode مثلها مثل كمية تعليمات الحاسب وأوب كود أو Operation وأدرس في هذا المثال التعليم موزعة على جزءين من الزاكرة الجزء الأول والجزء الثاني كلها مشغولة بهذه التعليمة لذلك نسمي هذه التعليمة Two Word Instruction لماذا؟ لأن التعليم توزعت على خانتين في الزاكرة الخانة الواحدة الكاملة من هنا إلى هنا نسميها ويرت فبما أن التعليمة توزعت في خانتين نقول أنها Two Word Instruction ويمكن أن يكون هناك تعليمات في خانة واحدة لماذا نستفيد من هذه المعلومة؟ نستفيد منها لمعرفة التعليمة التالية أين تقع التعليمة التالية إذا كانت التعليمة الحالية تستهلك Two Word معناها تستهلك العنوانين 200 و 200 واحد والتعليمة التالية مباشرة تصبح هي 200 و 2 رقم 200 و 2 طيب ما يهمنا في هذه التعليمة هو أولا العملية الموت طبعا متغير والعملية محددة هنا بload to accumulator load to accumulator هذه هي التعليمة هذه هي العملية الموجودة في هذه التعليمة وما يهمنا أيضا هو محتويات الأدرس فيلد في هذا الفيلد المحتوى كان 500 من أين أتينا بهذه المعلومات؟ من هنا هذه هي الload to accumulator الجزء من الانستركشن الخاص بالاوبرائشن وهذه هي أدرس equal 500 من الجزء الخاص بالأدرس وهذا هو الجزء الثالث الخاص بالموت بعد أن عرفنا هذه المعلومات ما هي التعليمة و أين توجد وما هي محتوياتها وما هي البيانات الموجودة في الجزء البيانات من الزاكرة وما هي محتويات البروغرام كاونتر والبروستر ريجستر والإندكس ريجستر نذهب لنعرف كيف نحسب الـ effective address وكيف نصل إلى الأوبراند لأنماط مختلفة من أنماط العنوانة calculation list لهذا المثال في العمود الأول الـ addressing mode أو نمط العنوانة وكيف نحسب الأدرس الـ effective address وما هو محتوى هذا الـ effective address أو ما هو الأوبراند الذي يجب أن نذهب به إلى الأكمليلاتر طيب هناك بعض الأنواع هنا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 أنواع مختلفة في هذا المثال سنستعرض كيف نحسب الـ effective address في كل نوع وما هو الأوبراند الذي يجب أن نسأب به إلى الأكمليلاتر طيب النوع الأول الـ direct address في نوع الـ direct قلنا أن الأدرس part of the instruction هو الـ effective address وكما ذكرنا قبل قليل الـ address part كان في 500 والـ operation كانت load to accumulator لذلك قلنا أن الأوبراند نذهب به إلى الأكمليلاتر لأن الأوبريشن هي تحميل للأكمليلاتر بالأوبراند وهنا خانة الموت طيب في النوع الأول الـ direct address الـ 500 الـ 500 هذه الموجودة بالـ address field هي الـ effective address وتحتاج أن تذهب إلى رسم الميموري لتعرف ما هو الموجود تحت هذا العنوان الموجود تحت هذا العنوان هو التمنمية سنرجع إليها بعد أن نكمل هذا الجدول لنوضح ماذا نعني بـ effective address وماذا نعني بمحتوى أو بالأوبراند في الحالة الثانية حالة الـ immediate over-end الـ effective address هو العنوان الذي فيه الـ address field كما تذكرون قلنا أن الـ address موجود في 2 words 200 و 2001 إذن في حالة الـ immediate over-end 211 هي الـ effective address إيش الموجود في 211 موجودة الـ 500 إذن الـ 500 نفسها تصبح over-end في حالة الـ indirect address الـ 500 الموجودة في الـ instruction تقودنا إلى 800 فتصبح 800 هي الـ effective address وما هو الـ operant هو ما موجود داخل 800 800 التمنمية التمنمية هذه وصلنا إليها كيف؟ هي الـ value المخزنة عند الـ address 500 إذن الـ address 500 وصلنا إلى التمنمية التمنمية توصلنا إلى الـ effective address لنجد داخله التلتمية تصبح التلتمية تصبح التلتمية هي الـ operant أو هي الـ content of accumulator طيب طيب في حالة الـ relative نحتاج إلى حساب قلنا في حالة الـ relative نجمع محتوى الـ address field وهو الـ 500 إلى محتوى الـ program counter والذي يجب أن ننتبه إلى أنه لا بد أن يشير إلى الـ next instruction الـ instruction الحالية كانت 200 وشغلت الـ 200 وـ 201 إذن الـ next instruction هي 222 إذن أثناء تنفيذ هذه العملية الـ program counter يحوي الـ next instruction والـ relative address تصبح هي الـ 500 وهي الـ address field للـ instruction زائد الـ 202 إلى الـ program counter content المحصلة هي 702 نذهب في الزاكرة إلى الموقع 702 لنجد الـ operant وهو 325 202 طيب في حالة الـ index address قلنا أن الـ effective address يحسب بالـ instruction address field زائد محتوى الـ index register وهو كان 100 محتوى XR المجموعة 600 تصبح 600 هي الـ effective address وهذه تأخذنا إلى المحتوى الموجود داخلها وهو 900 فيصبح الـ operant هو 900 في حالة الـ register لا نحتاج إلى effective address لأن محتوى هذا الـ processor register هو الـ operant مباشرة و400 الموجود داخل R1 هي الـ operant أما إذا كان الـ register غير مباشر indirect فالـ 400 الموجود داخل R1 تصبح هي الـ effective address وتأخذنا إلى المحتوى وهو الـ 700 طيب الـ auto increment يشبه الـ register indirect الـ effective address يصبح 400 وتوصل إلى الـ 700 ولكننا لا ننسى أنه بعد الحصول على الـ operant تزيد محتوى الـ R1 بـ 1 فتصبح بدل 400 بعد نهاية الـ operation تصبح 401 هي محتوى الـ R1 هذا في حالة الـ auto increment أما في حالة الـ auto decrement فبالأول نطرح واحد من محتوى الـ R1 فبدل الـ 400 تصبح 399 399 399 هي 400 نعمل decrement في الأول لمحتوى R1 فتصبح 399 هي الـ effective address ومحتوى ها هو 450 يصبح الـ overan نرجع مرة أخرى إلى رسم الزاكرة لنوضح هذه الحسابات على مواقع الزاكرة نرجع هنا نوضح في حالة الـ direct قلنا أن الـ 500 تصبح هي الـ effective address والـ 800 هي الـ overan في حالة الـ index register قلنا أن الـ الـ overan تصبح هي محتوى XR تجمع إلى الـ 500 ونحصل على الـ 600 الـ 600 محتوى هو 900 في حالة الـ الـ relative كنا أن مجموع الـ program counter لكن التالي الذي هو 222 تجمع إلى الـ 500 لتعطينا 702 وفيها نجد 335 وثلاثين في حالة الـ register إذا كان مباشر الـ 400 هي الـ overan مباشرة إذا كان غير مباشر الـ 400 تأخذنا إلى عنوان في الزاكرة لنجد فيها الـ overan وفي حالة auto increment نفس الحكاية الـ 400 تأخذنا إلى الـ overan 700 ولكن هذه الـ 400 تصبح 400 وحد في حالة auto decrement ننقص هذه الـ 400 أولا فتصبح 399 لتأخذنا إلى الـ effective address الذي نجد في الـ 450 وهكذا وضحنا 9 أنماط مختلفة ل addressing مختلفة وحسبنا كيف نحدد الـ effective address في كل حالة والـ أوبراند في كل حالة الذي سيصبح هو محتوى الأكمولاتر وفقا لتنفيذ تعليمة اللود to أكمولاتر operation نرجو أن تكون أنماط العنوان المختلفة قد وضحت وطرق حساب الـ effective address قد وضحت أيضا وإذا وصلت إلى الـ effective address فإن محتوى الزاكرة عند ذلك الـ address هو الـ وإلى اللقاء في الدرس القادم ترجمة نانسي قنقر